يلا بينا نروح لاخبار النادي الاهلي نبدأ اول اخبارنا عن كرة اليد النادي الاهلي بكرة ان شاء الله بيواجه نادي سموح في دوري المحترفين بكرة اليد في ناس كتيرة بتقول ان الدوري خلص احنا قلنا هنا الدوري لسه مخلص النادي الاهلي بيفضل لعب لغاية اخر نفس لغاية اخر سفارة حكم هيفضل يلعب بكرة ان شاء الله ان فرقة النهاردة سفرت لمدينة الاسكندرية وبكرة باذن الله هيتلعب على صالة نادي سبورتنج مباراة مع نادي سموح الماتش هيتلعب الساعة اربعة والاهلي في المركز التاني برصيد عشرين نقطة واما سموحها في المركز السابع وقبل الاخير برصيد حداشر نقطة خلينا مع كرة اليد وهنروح لشبابنا موليد الفين والاهلي بيهزم جزيرة الورد نادي جزيرة الورد الاهلي بيهزم تسعة وعشرين طبنتاشر نادي جزيرة الورد مدير الفني كابتن محمد يحيا موليد الفين ما شاء الله عليهم ماشرين كويس جدا لشوط الاولاني كان خلص للنادي الاهلي أربعة عشر تسعة قبل ما الاهلي يعزز فوزه في الشوط التاني ويوصل لغاية تسعة وعشرين طمانتاشر المباراة لعب التنبارح على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة فريق الشباب برضو قدر ان يصعد لقبل النهائي بطولة كأس مصر بعد ما فاز على نادي طلاع الجيش بنتيجة سبعة وعشرين تسعتاشر ماشر تلعب يوم الحد اللي فات في صالة 6 أكتوبر